وينضم إلينا حول هذا الموضوع من بيروت العميد خليل الحلو المحلل العسكري أرحب بك معنا سيدة العميد هذا الإعلان غير الجازم على لسان وزير الدفاع الأمريكي جاء أثناء عودته من قمة النيتو في لندن هل يعني ذلك أنه حدث شيء من التنسيق مع الحلفاء بشأن ملء فراغ هذه القوات الأمريكية في الشمال السوري أم ماذا نفهم؟ نعم يجب الإشارة أولا أن القوات الأمريكية ليست منفردة في شمال سوريا بل هناك قوات فرنسية وبريطانية صغيرة العدد وربما ألمانية إنما عددها لا يقارن بالقوات الأمريكية التي كانت متواجدة هناك هذا أولا ثانيا صرح الرئيس ترامب خلال قمة الناتو أكثر من عشر مرات بأنه سيحتفظ بالنفط وذكر كلمة النفط ومن المعلوم أن إنتاج النفط في هذه المنطقة التي يعلن عنها وهي شمالي شرقي سوريا قرب الحدود العراقية هذه المنطقة تنتج حاليا 30 ألف برميل يوميا وهذا يعني أن المدخول من هذه الأبار المتواجدة هناك هو حوالي 40 إلى 45 مليون دولار في الشهر وقد قال ترامب أن الولايات المتحدة ستأخذ قسما من هذه الأموال وهو رجل الأعمال الذي يجري حسابات لتمويل الوجود الأمريكي هناك بينما القسم الآخر من المدخيل سيذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية كما هي الحال الآن وإلى الإدارة المدنية الكردية في المنطقة هل أفهم من كلامك أن القوات المتبقية حسب ما فهمنا وهي 600 جندي أمريكي ستكون فقط في المنطقة النفطية التي ذكرت سيدة العميد؟ تماما في المنطقة النفطية إنما هناك أيضا قوة في منطقة التنف على الحدود العراقية السورية لم يتم ذكرها في التصريح الأمريكية ولكنها موجودة وموجودة بقوة إنما المنطقة النفطية نعم ترك الباب موارب يعني فهمنا من التقرير أنه إسبر ترك الباب موارب لحين حسب ما قال حسب الضرورة سنعمل على إدخال قوات إضافية ما الذي يفهم من ذلك ومتى نفهم الضرورة يعني أي العمليات ستكون ضرورية بإدخال قوات إضافية أمريكية في المنطقة نعم الأولوية الأمريكية هي عدم نهوض داعش من جديد لأن داعش تمارس نشاطات غير معلنة كتنظيم في هذه المنطقة وهي تستفيد من كثرة القوى المتواجدة على الأراضي السورية من قوات السورة الديمقراطية القوات الأمريكية القوات التركية القوات الروسية وتستفيد من تشابك هذه القوى ومن عدم التنسيق بين بعضها لتقوم ببعض النشاطات وهذا ما تشير إليه التقارير المخابرتية الأمريكية وبالتالي تريد الولايات المتحدة بشدة بقوة عدم السماح لداعش بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة السيطرة على بعض المناطق وخاصة المناطق النفطية هذا أولا إنما هذا يعني أيضا أن القوات الأمريكية يمكنها أن تعود إلى سوريا من العراق لصد أي محاولة للنظام السوري والقوات الروسية أو للميليشيات المتحالفة مع إيران من وضع اليد على هذه الأبار التي كل هذه القوى بحاجة إليها وخاصة النظام السوري الذي هو بأمس الحاجة للنفط لأنه بعدما كانت سوريا بلدا نفطيا أصبحت تستورد النفط بسبب تدمير الأبار في كافة المناطق السورية بما في ذلك أبار المنطقة المذكورة التي انخفض إنتاجها بنسبة 90% وبالتالي هذه هي الرسالة أشكرك وصلت الرسالة ووصلت الفكرة في هذا المضمون أشكرك جزيلا من بيروت سيدة العميد خليل الحلو المحلل العسكري